السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم هنقوم بشرح محاضرة بالسعر التحويل بسعر السوق او بثمن السوق. محاضرفات تكلمنا التحويل بسعر التكلفة. ما في اختلاف كبير عن هاتطريقتين اما بالتكلفة الطريقة الاولى اللي اتكلمنا عليها لمحاضرة هي انه انه يتم تحويل من القسم لقسم داخل الشركة ولكن زي ما الابضاعه اشتراها الجسم اللي بدي يحول اللي بدي يحول اشتراها مية الف دنار نفس المبلغ او عشر دنيل عشر دنيل ما بدي يربح ولا يكسب في الطريقة الاولى الطريقة التانية هي دي التحويل بشعر السوق انه سيتم تحويل البضاعة زي ما هي في السوق بدي روح بدي يسعروها في السوق وحولها للجسم المحول اليه زي ما هي في السوق طبعا مش هنتكلم عن الجانب النظري طبعا مثال رقم خمس هو مثال توضيحي ولا ستة ولا سبعة تمام هادر مش مطلوبات المطلوب مثال رقم تمانية اللي هو كما موضح امامكو في الفيديو اللي هي في ميال البنات المستخدم من دفاتر شركات فداء التجارية المكونة من قسمين قسم سين وقسمين وذلك عن فترة منتهية في احتراتين اتناش طبعا هنا بضاعة اول مدة هيها بضاعة اول مدة لقسم سين والقسم عين بضاعة اول مدة هيها ما في مشكلة متى تطلع السعر البيع وصال البيع بالتكلفة مش مهمة كتير يعني هم حاجة هذا المبدأ بضاعة اول مدة قديش مبلغة بضاعة مبلغة لكل سين وعين مخصص اربعة غير محققة هنشرحه تمام مشتريات هالجسمين مبيعات تحويلات من سين الى عين من سين الى عين هيحول من سين الى عين طبعا هنا حول هنا من سين الى عين بالسعر البيع اللي هو حول بضاعة من سين الى عين حول بضاعة هنا تحويلات من عين من عين الى سين من عين الى سين اجور اش معنى اجور اجور معناها يعني في موظف الزيادة عندك في الجسم بدك شي احولته للقسم يشتغل في القسم من عين حوله لسين يشتغل في سين ما في مشكلة تمام بدل ما حول بضاعة حول اجور يعني هو بيدفع ايجار العامل وحوله له عندك بضاعة تاخل مدة هايها للقسم سين والقسم عين هايها ايش المطلوب اذا علمت ان انت حولت بين القسمين سين وعين تمت بسعر البيع ما في مشكلة سعر البيع معناه يا جماعة انه سعر السوق زي ما بتنبيع في السوق سعر البيع وسعر السوق واحد نفس المصطلح مخصص ارباع غير محققة بالنسبة لبضاعة اخر مدة تقرر ان يكون سبعة الاف ومتين هذا المخصص الارباع هنقولكم ايش معناه المطلوب تصوير الحسابات التالية متاجرة مجزة رباخ سار مجزة بضاعة اخر المدة بيان بضاعة اخر المدة في الميزانية العمومية نبدأ نعمل حساب المتاجرة كما تعودنا حساب المتاجرة تعودنا هنا بضاعة اول مدة هنا بضاعة اخر المدة هي هي تطلحها هنا زي ما قلناه في المسال الاول عشان تكونوا اقبال بعض بتاعة اول مدة بضاعة اخر المدة لمين لسين وعين سين وعين هذا المدين وهذا الدان زي ما حكينا المحاضر الفاتذ هنا المشتريات عكسة دائما يا جماعة المبيعات تمام اه هاي البانات المطلوبة هاي البانات طيب هاي نريد مسآل هذه البضاعة اول مدة بضاعة اول مدة حتى ناهن لكل جسم هاي بضاعة اخر المدة لكل جسم هاي في مشتريات و في مبع purl ما في لمرضدات مشتريات ولا مبدول بنبع matin بس هدة اللي بتكونوا في المتاجر بضاعة اول مدة مشيرات مبع VC وبضاعة اخر المدة نبدأ والتحولات graduate الان نعمل عليها نريد نسجل قيد التحولات هاي هاي التحولات تحولات من سين الى عين من سين الى عين ها مين اعطى لمن سين اعطى لعين سين اعطى لعين نقبل من حساب من الاخد عين زاد فهو مدين من عين الى سين من عين الى سين ها تمام الاعطى سين نقص فهو دان اخذ عين مدين اخذ فزاد فهو مدين عين تمام هاي التحولات قديش هاي من وين القيد في قيود ما في قيود مسجل يومية لقيود معروفة هاي من حساب عين الى حساب سين هاي من عين هاي في الطرف المدين عين اجا سبقوا من الى و الى قلنا لك الطرف المدين اجا عين هاي في عين هادا هاي تحولات تحولات سين هاي سين نحطها في السين تمام نجمع هاد الان خلصنا نجمع هاد نشوف نية الاكبر الاكبر اللي هو هذا اكبر اللي هو هذا اللي هي 240 الف 240 الف الجنبين 240 ناقصة دول اجمع هادول اتنين الرقمين اللي هو بضعه تول مدة والمشتريات ونقص من الاجمالي بتضع لك هاد الفرق اللي هو 12 الف طيب اجمع هادا الان وهادا عين مع عين عين هذا قديش مجموعه وعين هادا اكبر طبعا هاي 192 الف حطه 192 الف فالطرفين 192 الف ناقص هذا وهذا وهذا المبلغ بطلع هذا طلع مجمع الربح حلول فرق سهل الامور لو عم بده قيود لهدول قيود لمجمل للربح مجمل للربح وين محطوطة الان في حساب المتاجرة يقبع من حساب ارباح خسر مجزأ حيروح ارباح خسر مجزأ ايه لحساب وين موجود وين موجود الحساب متاجرة مجزأ متاجرة مجزأ وين هو هادا مش كتب لقيد هادا مش كتب لقيد هادا القيد تعال 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 ارباح المجزأ هادا لو بدك تكتب لقيد هادا بتقول من حساب من مذكورين ها او من حساب المتاجرة جمحن اتنين تمام اجمحن اتنين حساب المتاجرة الى حساب اربو خسر مجزة لعين وسين كل احد اقباله مبلغه مش مشكلة الرقم مش مشكلة القيد يعني كتير طيب الان بدنا هنرجع للقيد هذا ولا قبل الان عندك في المسال نرجع للمسال عشان نوضح الامور عندك مخصص ارباح غير محاققة دائما يا جماعة لما قسم يحول لقسم ما بيربح من القسم كيف بديربح من نفسه هم اتنين تبعيل للشركة كيف بديربح قسم من قسم وانما بيثبت التحولات عشان لما يجي يحسبوه يقولك انا واو والله حولت لابداء على فلان وهدك بردك بديثبت ايه انه يتحوله بضاعب تقول والله اجتني بداع من القسم فلان تمام فهين الارباح غير ارباح او مخصص ارباح غير محاققة بدنا نعمل مخصص للارباح المحاققة لان لم تتم بالفعل ما فيش ربح ما فيش ربح بالفعل ليش ما فيش ربح لانه الجسم بربحش من اخوه يقبل نعمله مخصص قديش المخصص كان قديم هذا اسمه دائما يا جماعة تعلم المخصص هذا دائما في هنا صاحب المتاجر اسمه المخصص القديم مخصص ارباح غير محاققة اكتبوا قدام هالقديم اللي هو الفين واربعمية طيب ايش المخصص الجديد ايو بعد ما فتشوا سجلوا لاقي انه مخصص ارباح اه غير محاققة لبضاعة اخر المدة المحولة قديش كمته ها قديش كمته الجديد هادا سبعة تلاف ومتاني اذا بنقول الجديد ناقص القديم الجديد ناقص القديم الجديد سبعة تلاف ومتاني 2400 الجديد ناقص القديم قديش بدى يكون الجديد سبعة تلاف ومتاني ناقص القديم 2400 ارها 4800 بساوي 4800 سبعة تلاف ومتاني الجديد ناقص القديم 2400 بيطلع 4800 يقبل من حساب 4 خسائر مجزأ الى حساب اللي هو مخصص تحويلات غير محققة من حساب بدروه بدي نحط هذا المخصص من حطف 4 خسائر هذا المخصص المجزأ من حساب 4 خسائر مجزأ الى حساب الى حساب مخصص تحويلات غير محققة 4300 نطلع على الميزانية طبعا هنا دائما بدك ترحل القيد من حساب الى تحويلات الى هذا بنحط في 4 خسائر مجزأ اللي هو 4 غير محققة بنحط في 4 خسائر مجزأ هاي حط هنا الى 4 خسائر مجزأ هاي في عين لماذا عين ليش عين دائما بنعمل احنا للقسم المحول الى مش للقسم المحول المحول برملة بضعه بروح دائما شغلنا على القسم المحول الى العين مين حول العين هاي نرجع المثال هاي تحويلات من سين الى عين هاي تحويلات من سين الى عين بعين اللي اخذ دائما المحول اليه هو اللي بنشتغل عليه نحط الرقم في المحول اللي هو الرقم هذا رقم القيد 4 طرف 800 تمام نجي لنكمل هنا دائما دائما هذا المبلغ لو مجمل الربح مجمل الربح للقسمين هذا هاي مجمل الربح هنا مكتوب بن جسين ارباح خسائر مجزأ يعني بروح الارباح وخسائر المجزأ هذا بروح ارباح وخسائر المجزأ هاي سين وعين هاي 12 29 ارباح وخسائر المجزأ هاي مجمل من وين جاي هذا المجمل من المتاجر مجزأ هاي مكتوب متاجر مجزأ لو بدك تكتب بن جسين مجمل الربح ما في مشكلة متاجر مجزأ مجمل الربح هاي جاي من المتاجر تمام بدك برضك الان هنا تحويلات ايش سينة هنا ايش شينة تحويلات ايش اجور اجور دائما الاجور مصريف والمصريف بتروع ارباح وخسائر دائما المصريف بتروع ارباح وخسائر تمام نطلع على المثال نشوف قديش تحويل هاي تحويل اجور تحويلات اجور سين قديش 800 وعين 800 حول عين الى سين عين الى سين من الاخد سين من اعطى عين اعطى عين الى سين من اللي زاد سين من اللي نقص عين على طول اللي بيعطى بينقص بصباح مدين بصباح دين واللي بياخد بزيد بصباح مدين يقبل من حساب تحويلات أجور قسم سين إلى تحويلات أجور قسم عين هذا القيد اليومية طبعا عشان ترفت رحل هاي مدين لأنه أخد هاي في المدين هاي تمنمية سين في سين هاي في الطرف هذا الطرف المدينة وهذا الطرف الدائن دائما وهي في الدائن أعطى ها عين دائن لا سين هاي بحطة في عين المبلغ تحويلات أجور عين يعني تحويلات أجور سين هذا المبلغ خلصنا ما تجمعش ولا حاجة حط بصر الرقم دول وبس بنسبة للمزالية هو قال الآن بده في الميزانية تظهر له بضاعة آخر المدة لمين؟ لسين ولعين وتحط له المخصص سين قديش بضاعة آخر المدة اطلع على المثال اطلع على المثال هاي السين هاي بضاعة آخر المدة لسين قديش تمانية واربين ألف هاي تمانية واربين ألف هاي تمانية واربين ألف طب العين بضاعة آخر المدة العين هاي من المثال موجودة جاهزة هاي أربع واربين ألف ده تحمد اربع واربع واربين ها تمام يقبع اربع واربع واربين ألف ناقص المخصص هاد اسم المخصص الجديد بتطرح الجديد اللي هو هاي لو بتطرح